لو سألتك اليوم سؤال وقلتلك يحكيني لمدة دقيقة واحدة فقط يعني 60 ثانية فقط باللغة الإنجليزية عن وظيفتك أو عن الوظيفة اللي بتدور عليها تعرف تحكي بهذا الفيديو رأي أعطي لك طريقة سهلة جدا بمصطلحات وقوالب والمفردات لازم تستعملها تحكي مش بس دقيقة لغاية ما الناس يقولها كوسكت يلا نشوف مع بعض حبيب قالبي يسود سبيدي أهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد شاء الله تكونوا بخير كتير مننا بتجيحكي عن وظيفة اللي هو بشتغل فيها أو اللي كان يشتغل فيها أو اللي بيدور عليها رايح يشتغل فيها لو قلنا له أحكي دقيقة واحدة بس دقيقة واحدة صح بمفردات ومصطلحات صح عن وظيفتك راح تلاقي أب أعمل 60 ألف بريك بهذا الفيديو طريقة بسيطة جدا تمرين تطبيق عملي لذيذ زي العسل أدربك فيه كيف تحكي عن وظيفتك بشكل بسيط بجيك تركز معي إذا بتجيب ورقة وقلم أو إذا مش بتجيب لازم جيب ورقة وقلم خذ مني المفردات والمصطلحات إنه هادي بعطيهم في التدريب اللي بندخل فيه سبيتا بريم اللي انت ممكنك تشترك معنا فيه ماي جوب يعني وظيفتي أنا أقول ماي جوب إيش الفرق بين ماي جوب and ماي ورق إيش هو إيش الفرق آه ركز معايا ماي ورق هو بارت of ماي جوب وظيفتي تحتوي على شغلي على منصبي على نشاطاتي إذا ماي ورق هو شغلي وماي جوب هي وظيفتي مش رحضتهم مفردات إنت أكتبها في دفترك زي الأسد معايا عشانا نخلي اللوح الكلامي بالإنجليزي ومحمد ولينا بيطلعو لك الكلام هنا طيب إذا ماي جوب ماي ورق حلو أنا أريد أن أتحكي عن ماي جوب أول حاجة أريد أن أتحكيها أنا أشتغل دوام كامل ولا دوام جزئي فأنا إيش بقول إما أنا بقول full a full time job full time إيش يعني full time job يعني وظيفة بدوام كامل full time job طيب إذا أنا جزئي فأقول a part a part time job يعني دوام جزئي يعني دوام جزئي باشتغل خمس ساعات نص نهار في الليل في المساء المهم مش دوام كامل باشتغل معهم طيب السادس إذا أفرد أنا باشتغل معهم بالقطعة أو بالحبة أو يعني على حسب الطلب آآ بنقول عنها free freelance إيش يعني freelance يعني عمل حر فأنا هلا إيش بدي أقول لهدول الاتنين بقول إما أنا بقول a full time employee إيش يعني employee يعني موظف إذا أنا بدي أقول أنا موظف دوام كامل بقول I am a full time job employee أو أو بتشيك كلمة job بتقول a full time employee إيش يعني a full time I am a full time I am a full time employee يعني أنا موظف دوام كامل إذا أنا بقول أنا موظف دوام جزئي بقول I am a part time employee طيب إذا أنا بدي أقول أنا بشتغل عمل حر يا عمي أنا مش موظف فأنا بقول في كتير كلمات ممكن أن أقول I am I am a free freelancer I am a freelancer يعني أنا بشتغل بدوام حر I am an entrepreneur I am an entrepreneur إيش يعني يعني الentrepreneurs هو الentrepreneurs الناس اللي بشتغلوا في الستارتاب اللي عنده بشتغل على حسابه الخاص I work كيف أن أقول أنا بشتغل لحالي على حسابي إما بقول عفوا عفوا بقول I work أنا بشتغل I work for myself برضو بتنفع ولو قلت on my own my own يعني بشتغل لنفسي أو بقول I have my own business إيش يعني I have my own business يعني أنا بشتغل لنفسي يعني عندي شغلي الخاص إذا هدول هادي النتفة لما بدك تعبر عن أي حالة من حالات إنو أنت بتشغل I have my own company I have my own company برضو صح I have my own إلى آخر project start up start up أنواع الشركات إما بقول start إيش يعني start up يعني شركة ناشئة هاي معنات من كلمة start up يدوبها up يدوبها عم تنشأ شركة ناشئة start up أو بقول في كتير لغات تانية في موجود أو بقول a company a company وفي عندي start up في عندي firm a firm أمريكان يستعملوها كتير ممكن نقول corporation a corporation برضو بقولوا عنها هيك في ناس بقول عنها cluster cluster هو مجموعة شركات مجموعة عنقود هاي معنات cluster طيب حلوين رح بعك شوية خليك تاخد صورة لأنه رح أمسح بعض الأجزاء خير نستفيد وناخد معلومات أكثر واللي طلع من الفيديو الله لا يردك عمرك ما تحصل عليها حتى بفلوس بفلوس طيب نكمل إذن إذن أنا بتدحكي هاي حكيت إذن أنا بقول I work شوف معايا إما بقول I work at a startup أو at Spata company مثلا أو بقول I work for كذا 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 اسم الشركة I work for General Motors I work for Airbus I work for Spata I work for etc إلى آخره I work for أو I work at this company إذا أنا بقول أنا اشتغلت في شركة أنا اشتغلت فبقول I have worked in this company أو at this company إذن صح up at وبينفع أقول for كمان بينفع I have worked for this company أنا اشتغلت إلى أو لهذه الشركة لصالح هاي معناة for صالح الشركة طيب إذن أنا ممكن نقول I have شوف كلمات لها علاقة بوظيفتي بنقول my position إيش يعني my position my position هو المنصب تبعك في الشركة في إحدى الفيديوهات تبعتي البزنس انجليش شرحت لكم the structure تبع الشركة كيف يكون من الرئيسي التنفيذي إيش أنواع الناس اللي بتاعتهم بنقول عليهم مدراء الدوائر مدراء الدبارتمنت الأقسام الفروع إلى آخرها لغاية موصلنا للإمريز ومكانك إنك تشوف إذن my position هو منصبي في الشركة هل أنا manager مدير general manager بنفا general manager يعني مدير عام an accountant هدولا كلهم positioned a senior accountant إيش يعني ما حط senior في ناس كتير بنلاقي كلمة senior senior manager senior consultant senior accountant senior project manager senior يعني عكس مبتدئ junior يعني مبتدئ جديد و senior يعني اللي هو درجة عالية درجة senior أنا senior project manager إذا أنا عندي درجة عالية درجة إيش منقول أنا بالعربي مهم senior يعني كبير واحد كبير في منصب عالي إذا لين بتقدر تساعدني لحط لكم ياه بالعربي لغة العربية خانتني طيب أنا والله إذن هدول أنواع الـ position ممكن أن لقي ها طيب أنا بقول والله في الشركة أوب نلوح إن شاء الله تكونوا متابعين معايا بقول بقول بكتب هنا ماذا يعني فريقي يتكون من ثلاث امبلوئيز إلى آخره بعدها أنا ممكن نقول عن مديري إيش بقول بقول ماذا في كتير مصطلحات أو بقول ماذا شف أو بقول ماي بوس وفي واحدة حلوة كتير بنستعملها أحلى إن نقول ماي بنقول ماي بلاس ون إيش يعني ماي بلاس ون في الهيرايك تبع الشركة بنبدأ هاي سي أو بعدين بينزل بعدين بيتفرع بعدين بيتفرع منه كتير بعدين هانا بينزل منه بيتفرع مش عارب إيش بتفرع وكذا أنت أعمل زوم يا محمد أعمل زوم هنا معلش مخربش خلينا أمسح أشرح لكم يا أهلي وين أمسح 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 الوسط معلش تاخدوا صورة هنا أمسح أوكي طيب خلينا نشرح ها في النتفة هايلي نشرح النتفة هايلي الآن أنا عندي بيكون السي او هنا ومتفرع منه كتير رؤساء الدوائر أو رؤاسي أنت هنا موجود فأنت هذا هو مزبوط فهذا بنقول عنه إما مي مانجر مي شيف مي بوس أو بقول عنه مي بلاس ون مدير طيب مدير مديري اللي هو هذا مدير مديري إيش بنقول عنه بنقول عنه مي بلاس تو أو ن بلاس تو أو ن بلاس ون خسرنا بطلنا نستعمل الآن سرنا نقول مي بلاس ون مي بلاس تو أو مي مي نس ون إذا كان في عندي إذا كان في عندي أنا فريق يعني بحكي عن واحد من الموظفين اللي في فريقي الكلمات قد تطول وتطول المتعلقة فقط بكلمة جوب أو ووك أو بوزيشن برنامج سبيتا بريميوم هو برنامج متخصص تدريبي مكثف لمدة شهر على التليفون كل يوم الساعة معاي مباشرة عبر زوم أو سكايب أو إلى آخر التليفون عشان أدربك على الإنجليزية المغلباك في شغلك المغلباك في شغلك بغض النظر عن مستواك وفي شو بتشتغل بأعملك تدريبة عملي زي هيك تحسن من إنجليزياتك اللي أنت محتاجها في شغلك وفي وظيفتك للتفاصيل رأس تواصل معنا على الإنستغرام أي سبيتا أو موقعنا سبيتا بتلاقي هذا الدرس جميل تطبعوا للمزيد أعطوني تعليقكم والرابط الاشتراك بسبيتا بريم موجود بالتعليقات وبأول تعليق بالوصف نراكم قريبا خليكم مشصورة عشان تأخذوا ونلقاكم في درس جديد تحياتي